وحش قوي. حظ وحش قوي. لابتين فاينال. فاينال. مع فارقة هي هي. لا فاينال. فاينال وخبالك الكابتن احنا اشتغلنا بستة شهور لعبنا واحد وعشرين مباراة. وعملته تيم جديد. تم تخيل فيتوريا دلوقتي في سنة لعب اربع مباراة رسمية. اربع مباراة ضعاف جدا يعني. لكن الاجندة تكونت كلها ورا بعد. كان قدامنا. جهاز مع كيروش. 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 كان قدامنا اربع ماتشات في باقي تصفات كاس العالم. وكنا متأخرين عن ليبيا. اه نقطة. انا فاكر. فكملنا اربع ماتشات دول. بعد ما خلصنا لسه. عن استخدم الاجندات قالوا لنا لا ده فيه بطولة عربية لازم تروحوها. طب بطولة عربية دي ايه قالك لازم تروحوها. اللي كانت في قطر. اللي كانت في قطر. اه. اه. فروحنا وخدنا مجموعة لعيبة جديدة يعني. اه. لان كان في ناس عندكم فدرالية كان بيرمز وكده. فاخدنا مجموعة لعيبة جديدة. اصر هو انه ياخد مجموعة لعيبة جديدة. فابتنين نختار لعيبة صغيرة وجديدة. فروحنا البطولة العربية لعبنا تونس ولعبنا الجزائر ولبنان والاردن وقطر. خلصنا منها. كان بعد اسبوعين. امم افريقية. الامم افريقية. اه. اه. وروحنا الامم افريقية وورا بعد. اول ماتش. اتغلبنا من ناجير. من ناجير يعطي. اه. اه. ولازم انتقلوهم وبتاعك كان لسه اتحاد الكرة ده جاي. فوزعوا نفسهم على المداخلات. ايه اللي يقولك اصل الشرط الجزائي واللي هيمشي واللي هيعملون. تلع بقى فضايحنا كلها تلعت. تلعت. فالراجل تمام بيوصلوا كل حاجة. فيه ايه. طب عزلنا نمشي دلوقتي. طب عزلنا نعمل ايه. اشتغل في صمت. يا جماعة احنا عندنا السودان وغني هنكسبهم ونوصل الدور التاني ويحلها حلال. لعيبة حاسة بدها وكاتل لعيبة رجالة يعني. من خلال شغلنا اشتغلنا وكسبنا. فوقعنا في كوندفوار. نعم. خلاص طلعين بقى. كسبنا كوندفوار. عندنا بقى فطلعين. فالدنيا عملنا متش جامل جدا وكسبنا الدرجة ده. فالشارع ابتدى. ايه بقى ايه. يتحرك. اه. ابتدى الناس تشجع. بس ايه وهي مش وثقة او. قوي كان فيه قلق عملية قلق كان فيها عملية قلق لما كسبت المغرب بشكل كويس في الوقت الاصلي وانت بنغلت دا معاها ما نتيجها معاك يعني بالتيلة انت عملت ماتشي كويس وكسبت فالريس عمل لنا تويت بالتوفيق وماتشي كويس وهيل والروح فتويت الريس عملت الدعم كله بقى ولعت الدنيا كمان ولعت الدنيا بقى بقى الدعم بيجيلك من الرئيس سبحان الله مع وجيم الرئيس فالتبعية لأول كان مفيش دعم خلص والناس هيجي عليكم ومجرس الدات الاتحادة هيجي عليكم وعلى حد يصدق كلمة تقولها وعلى عم ماشي ولا كله كده في الجوة فطبعا كانت حماية كبيرة لنا بشكل كبير جدا انت تويتها دي نسيت اقولك قبليها في المؤتمر الصحفي قبل ماتش صحي للعاك لما صباح طلق اتكلم ايوه يا جماعة وكان زعلان اوي وقفوا معا انا معايا لعبة صغيرة مرعوبة يا جماعة وقالها بزعل اوي انا فاكر قلتوله صلاح انت عملت انا فاكر سايتها هو كروش جلن على الملعب من المؤتمر فكروش قال لي قلتوله في ايه قال لي صلاح شست باص بينه بينا قلتوله ايه قال لي فاجئني ودبح واتكلم قلتوله عملت ايه قال لي قلت بتقوله انت عارف احنا اللعب كنت بور روحت الجزايا هيمسكوا فيك قال لي يمسكوا فيها بقى كانت قال لي يمسكوا فيها انا قلت الحقيقة انت ما شايف اللعبة الصغيرة والحكاية والناس بعدت على المنتخ كل واحد بتكلم على لعيب حسب تصنيف فطبعا لما كسمنا دي وكسمنا المغرب والتويتر بتاعت الرئيس الحماية جت اتواجدت والكلام والدعم ابتدأ والاتحاد والكرة بدأ يتلمى عليكم تاني ويصلح واللي كان بيقول الشرط الجزائي واللي كان بيقول احنا هنتفاهم فيه عليه وبتاع كل ده الكلام تحول لدعم فطبعا احنا قفلين على نفسنا وشفنا لما مش كل حاجة بتوصل بقى بين وبينك ده البتاع كل حاجة بتوصل ابتدأ بقى معالي الوزير الدكتور اشرف في جيلنا كل ماتش بقى بييجي كل ماتش مع جمهور كان بييجي في كل ماتش ايو 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 فابتدت الروح تعلق وفعلا التويتر دي عملت اللابان يعني على الاقل خلت الدعم خلت الشعب كله وراء المنتخب وبقى بنشوف بقى وبنسمع هناك ان الاهوي والمولات والدنيا الجمهور وهو جمهور انا ما اعتبش على الجمهور الجمهور عايزة فرقة تكسب فبيقف متخب ومتخب ومتخب زي بقى زي بقى زي الجزائر والمغرب والفرقة دي فالدنيا مشيت بشكل كويس وهوب بتكسب الكاميرون اوبا ده لا احنا دي فرقة جامدة طبعا فوصلت للسنغال فرقة جامدة كل دول احنا لعبنا الخمس فرقة جامدين نعم وما كانش فيه توفيق الناس كانت مبسوطة يعني لا 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 يعني الناس زعلت لكن عشان ما كانش حد حاط التارجت غير ان احنا لحد تعدي الدور وترجع اه فكان فيه الى حد كبير ناس تعطف بالصعوبات بس ده من الجمهور مش مسؤولين بالزبط لا مسؤولين ما فيش حد فيهم هو بس يهم في وقت اللقطة ويملابس الكرافطة الحلوة بالزبط عشان يسلم والكلام ده كل طيب انا كنتم مستضيف المهندس فرج عانر فترة كده ممكن انت سمعته وانا بتكلم معاك لا سمعته لما بيقول انا اتكلمت انا هو على فكرة في الموضوع فهو كان بتكلم بصيقة او انه وراها تتعاد وتون انت جبت السقة دي منين قال لي والله العظيم والله العظيم والكلام ده على مسؤوليته قال لي كده في الحلقة على مسؤوليتي ان انا كان ليا صحاب من داخل الفيفا كلموني كلموك وكان فيه اتنين محامين مصريين عايشين في ألمانيا قال لك احنا هنرفع عضية بس الاتحاد الكرة المسؤول في الفترة دي يبعت لنا انا عرفت انه ما بعتش ما بعتش الناس دي يتقل عليها ايه دي كلمة خاين دي قليل والله العظيم والله العظيم كلمة خاين دي قليل انتوا كان عندكم ثقة ان مباراة لا احنا شفنا وعارفين انه التحركات هتبقى صعبة لوجود ثقل من خلال فاطمة صمورة في الاتحاد الافريقي نائب الرئيس الاتحاد وفي الاتحاد الدولي في المنفيزي انت بتتكلم عن اتحاد الدولي بش تحاد الافريقي اه طبعا الافريقي ما هم لمس في الدولي اه بس هم قالوا لك لو اتبعت حاجة لو اتبعت احنا نعمل اللي علينا ونبعت بالظبط ما فيش حد دي بينا فكر انت تعمل عليك وتبعت وتقاضي وتعمل كل حاجة لكن احنا ما عملناش ما عملناش يا حول الله عليك يا مصر طب بعض الناس بتقول ايه ان صلاح مع ليفربول غير مع منتخب مصر انت بتحلل الكلام ده بايه طبيعي ليه الامور مختلفة الجو مختلف اللعيبة مختلفة شكل اللعب نفسه والرتم برا غير هنا مختلف لما احنا بشوف لعيبة مع منتخباتها في الافريقيا او كابتن هو